أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القفة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسماب وقال الذين اتبعوا لو أننا لا كرة فنتبرى منهم كما تبرعوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيما ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا ياقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا ياقنون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت در الدم ولحم الخنزير وماءه اللبين غير الله فمن ازدر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتنون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بتون من النار ولا يطلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فمن أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البرات والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المعل على حبي ذوي القرمى واليتام والمساتين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابلين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قدبانيكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداه إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الأليم ولكم في القساس حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا البصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم علي إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا قدم عليكم الصيام كما قدم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعم مسكين فما تطرع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون ستكون 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 موسيقى